موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من سيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين ميليشي الحوثي والمخلوع تتكبد خسائر فادحة في جبهات القتال بتعز وشبوة وحجة موسيقى رئيس الوزراء يسل سقطرة للاطلاع على أوضاع المحافظة وتلمس احتياجات المواطنين موسيقى الوفد الحكومي يشهد حفلة خرج دفعة الشهيد الشدادي من قوات الأمن الخاصة بمأرب قتل سبعة وأصيب تسعة آخرون من عناصر ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع اليوم في تعز بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كما أصيب ثلاثة من قوات الشرعية بنيران الانقلابيين إلى ذلك أصيب خمسة من المدنيين جراء استمرار القصف العشوائي الذي تشنه ميليشي الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية قال مراسل قناة السهيل إن عددا من مسلحي ميليشي الحوثي والمخلوع لقوا حتفهم كما أصيب آخرون بجروح في مديرية إسيلان غرب شبوة وأضاف مراسلنا إن اشتباكات دارت بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشي الانقلابية من جهة أخرى في محيط جبل بلبوم ودرأ المنصر بإسيلان استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وكانت الميليشي الإجرامية قد كثفت من قصفها بصواريخ الكاتيوشة والمدفعية الثقيلة من جبل بلبوم على أحياء ومدن وقرى مديرية إسيلان ما نجم عنه سقوط شهداء وجرحة في صفوف المدنيين العزل وتضرر العديد من المنازل لقي عدد من عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في ثلاث عمليات نفذها أبطال المقاومة الشعبية بمحافظة حجة حيث استهدف أبطال المقاومة بقنبلة نقطة تفتيش لتابعة لميليشي الحوثي في سوق الهيجة بمديرية مستبى ما أسفر عن مصرع أحد عناصر الميليشية وإصابة ستة آخرين كما تم استهداف عناصر ميليشي الحوثي جوار فندق السعيدة في منطقة أبو دوار بقنبلة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة وفي مديرية خيران المحرق استهدف أبطال المقاومة سيارة للميليشية تقل خمسة مسلحين بقنبلة يدوية ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة قالت مصادر إعلامية إن مدمرة أمريكية تعرضت لاستهداف صاروخي قرب المياه الإقليمية اليمنية في وقت متأخر من مساء السبت ونقلت قناة MBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المدمرة الأمريكية ميسون تعرضت لاستهداف لمرة الثالثة في غضون أسبوع إلا أنها لم تصب أي أذن حيث استخدمت دفاعاتها لاعتراض الصاروخ وكانت الولايات المتحدة وجهت الخميس الماضي ضربة جوية قالت إنها استهدفت رادارات في السواحل الغربية اليمنية تخضع لسيطرة الميليشية الإنقلابية بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر برقية عزائن وموسائل محمد علي الأشول وإخوانه ويحيى صالح الأشول وإخوانه وكافة بيت الأشول في وفاة فقيد الوطن رجل الأعمال الشيخ علي صالح الأشول الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض وحياة حافلة بالعطاء وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإخلاصه في كل الأعمال التي تولى مسؤولياتها وما تركه من بصمات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية وقال الفريق الأحمر لقد خسرت محافظة عمران بشكل خاص واليمن بشكل عام عالما بارزا من أعلامها وواحدا من حكمائها ورجالها الصادقين في وقت اليمن أحوج ما تكون فيه لرجال يساهمون في تنمية البلاد والتخفيف من معاناة المحتاجين وأملنا أن يحذوا أبناءه ومنهم في مجاله حذوه وأن يقتفوا أثره الطيب وكانت قيادة محافظة عمران ومشائخها نعت وفاة القيادي بحزب الإصلاح الشيخ علي صالح الأشول بعد مرض عضال ألم به وعرف الشيخ الأشول بمواقفه الوطنية ومساعيه الخيرة بين أبناء محافظته في التقرير التالي نستعرض أبرز ردود الأفعال الشيخ عبد الرحمن الصعر محافظ عمران نعرحل بهذه الكلمات إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فرقك يا أبا الأيتامنا محزنون نعزي أنفسنا ونعزي أولاده وإخوانه وأنا الأشول وعمران خاصة واليمن عامة فرحمة الله تغشاه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة أما أحمد حسين البكري وكيل محافظة عمران فذكر في تعزيته بعض مناقب الشيخ الأشول قائلا لقد كرس الفقيد حياته ناصحا ومعلما وداعية ورجل ميدان ومصلحا اجتماعيا وخيرا وداعما للمحتاجين ينفق بما تجد يمينه ويوزع الابتسامة على الجميع يشد من أزر معسر هنا وفقير هناك نذر حياته في حب الخير والمعروف والتفاني في نشر الفضائل حيث ما حل وارتحل ثم أردف البكري نحن باختصار أمام رجل استثنائي عرف كيف يجسد معنى الاستقامة والوفاء والتضحية وحسن الخلق وحب الخير للجميع من جهته نعى الشيخ حمد الأحمر لمحافظة عمران والشعب اليمني رحيل المناظر الشيخ علي صالح الأشول معرفا أن الفقيد رحل بعد حياة حافلة بالنضال والقيام بأعمال الخير وخدمة وطنه وأمته هذا وكان الشيخ الأشول لعضو هيئة شورة تجمع اليمني للإصلاح وأحد أبرز رجالات عمران المعروفين بالخير والفضيلة والجذير ذكره أن الراحل الأشول رفض مشروع الانقلاب وتعرض على إثره لاعتقال ميليشيا الحوثي والمخلوع وذلك خلال إبريل 2015 الأمر الذي أسفر عن تدهور حالته الصحية داخل المعتقل وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم إلى محافظة أرخبيل سقطرة في زيارة تفقدية للإطلاع على أوضاع المحافظة وتلمس احتياجات المواطنين في الأرخبيل والإطلاع عن كثب على طبيعة الخدمات الأساسية في المحافظة وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن الحكومة ستعقد اجتماعات في سقطرة لتقف على أهم القضايا التي يعاني منها أهالي وأبناء أرخبيل وستعمل على تهيئتها لتكون عاصمة للسياحة البيئية لما يحتويه الأرخبيل من تنوع حيوي ومناخي فريد يعزز من دور السياحة في البلاد وعقب وصوله تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له منطقة دكسم السياحية والتقى بعدد من المواطنين واستمع لاحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع الحيوية وأكد أن الحكومة تعمل على قدم وساق لحل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه أبناء الأرخبيل وستعمل جاهدة وفق الإمكانيات المتاحة لتعزز التنمية والاستقرار على مختلف المجالات وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية بالأرخبيل مبديا إعجابه بتماسك أهالي سقطرة وتوطيد اللحمة الاجتماعية فيما بينهم قائلا تظل الحياة الفطرية التي يتميز بها الإنسان السقطري ثروة نفسية يمكننا من خلالها الوصول إلى تنمية حقيقية لمختلف القطاعات الحيوية أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على الدور الكبير الذي توليه الجامعات في نشر الوعي والمعرفة وأشاد رئيس الوزراء خلال لقائه أمس في مدينة المكلة برئيس جامعات حضر موت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش وأعضاء هيئة التدريس بالجهود التي تبذلها في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل إيجاد ميزانية لجامعة حضر موت بما يضمن استمرارية الدراسة في الجامعات وأشار رئيس الوزراء إلى دور الأكاديميين في مجال إعداد البحوث والدراسات للأزبة اليمنية وأسباب الصراعات التي تعيشها بلادنا والعمل على توعية المجتمع بأهمية مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد للدولة الاتحادية التي يتطلع إليها معظم الشعب اليمني أكد ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة التزام بلاده بمساندة اليمن في إطار التحالف العربي حتى استعادة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية ووقف التدخلات الخارجية غير المشعور المشروعة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة افتتاح أعمال المجلس الوطني البحريني وأعرب ملك البحرين عن عظيم الفخر والاعتزاز بجهود قوة الدفاع البحرين ورجالها البواسل وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقومون به من جهود نبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية تجاه الشعب اليمني احتفلت محافظة مأرب اليوم الأحد بتخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة أطلق عليها دفعة الشهيد الشدادي وأقيم الحفل بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري ووزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ مأرب سلطان العرادة وعدد من المسؤولين مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي رافض إضافي لأجهزة الأمن في مأرب من خلال تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة والتي أسموها دفعة الشهيد عبد الرب الشدادي وقوامها خمسمائة فرد من المجندين الجدد وهم اليوم يبتهجون في حفل تخرجهم حفل التخرج زينه حضور نائب رئيس الحكومة وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ووزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل وزارة النفط المخلافي ومحافظ مأرب سلطان العرادة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة وقيادات عسكرية بارزة وشددت فقرات الحفل في مجمالها على أن تكون الدفعة إضافة نوعية لحفظ الأمن في مأرب في ظل تربص قادة الميليشيات الحوثية الساعين إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في جميع المناطق المحررة باسمي شخصيا وباسم الزملاي معاني الأستاذ نائف البكري وزير الشباب والرياضة والأستاذ شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط أتقدم بالتهاني والتبريكات لأبنى محافظة مارك بشكل عام ولأبنى القوات الخاصة بشكل خاص ولكن ريجي دفعة الشهيد عبد الرب الشدادي بشكل أخص من جانبه أكد محافظ مأرب بأن أفراد الدفعة سيكونون على قدر المسئولية الموكلة إليهم وأن ما رأيناه اليوم من تدريب وتأهيل يبعث على الارتياح نحن سعداء بما تخرج هذه الدفعة دفعة الشهيد عبد الرب الشدادي وما رأيناها من تدريب وتأهيل في هذه الدفعة يبعث على الارتياح ويؤكد لنا مدى الجهود التي يبذلها الضباط والصف والجنود أنها لن تضيع هدرا والتضحيات الموجودة على الساحة أن هناك ثمرة لها ومن أهم الثمار هو بناء قوة أمنية وطنية تقوم على الأسس السليمة من المهنية والتأهيل والتدريب الذي لمسناه من خلال تخرج هذه الدفعة اليوم الحفل اجتمل إلى جانب العرض العسكري إلى بعض التدريبات التي عكس فيها الخريجون المهارات والقدرات العالية التي يتميزون بها عبدالله أبو سعد قناة سهيل مأرب أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جبار بالدور البطولي لأبناء محافظة البيضاء في مواجهة الانقلاب وما يسطروه من ملاحمة بطولية في سبيل الانتصار للشرعية وإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمأرب قيادة محافظة البيضاء وعدد من قيادات المقاومة الشعبية بالمحافظة وأكد الوزير جباري أن الحكومة العمنية تشعر جيدا بما تعاني محافظة البيضاء من بطش الميليشي الإنقلابية التي دمرت كل جميل في هذا الوطن وما تزال تغل في انتهاكات حقوق الإنسان ومقومات الحياة الكريمة وبارك نائب رئيس الوزراء الخطوة الإيجابية لمحافظ محافظة إقليم السبا بتدشين العمل الجماعي في سبيل تثبيت دعائم الإقليم والانطلاق نحو الدولة المدنية الحديثة وشدد على ضرورة الإعداد الجيد لرجال المقاومة ليكونوا على أهبة الاستعداد لمساندة الجيش في عملية تحرير المحافظة من الانقلابيين إلى ذلك نوه وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري بالتضحية الكبيرة لأبناء محافظة البيضاء ودورها الكبير في استنزاف الميليشي الإنقلابية وأكد الوزير البكري على ضرورة أن تحرى محافظة البيضاء بالدعم والمساندة لإنهاء المعاناة التي يعيشها أبناؤها ومن جهته أكد محافظ مأرب على أهمية تحرير إقليم سبأ بالكامل وجعله محطة انطلاق للجيش والمقاومة الشعبية لتحرير ما تبقى من محافظة اليمن مشيرا إلى أن أبناء إقليم سبأ سيظلون بجانب إخوانهم الأبطال حتى تحرير آخر شبر من تراب اليمن من قبضة الميليشيا فيما استعرض محافظ البيضاء نايف القيسي أبرز الاحتياجات القتالية التي يفتقدها رجال المقاومة في المحافظة وما تعانيه المحافظة من انعدام للخدمات في ظل حكم الميليشيا الانقلابية مشدد على ضرورة انطلاق عملية تحرير محافظة البيضاء والتسريع في إعداد الخطط القتالية والعتاد العسكرية الذي يضمن تحرير المحافظة بأقل الخسائر عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب صباح اليوم اجتماعا استثنائيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة لمناقشة المسجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الشباب والرياضة نايف البكري والمفتش العام للقوات المسلحة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عادل القميري آليات تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الحوادث الأمنية في المحافظة كونها هدف للعصابات الإجرامية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة في المحافظات المحررة وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وخطة الانتشار الأمني وتفعيل دور نقاط التفتيش والدوريات وشدد المجتمعون على رفع الجاهزية وملاحقة وتعقب العناصر التخريبية والإرهابية والتعامل بكل صرامة وحزم مع كل المجرمين كما نقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني والعسكري واتخذ إزاءة الإجراءات والقرارات المناسبة لاقت حادثة تفجير خيمة عزاء اللواء الشهيد الشدادي ردود أفعال واسعة رسمية وحزبية ومن قبل منظمات عاملة بحقوق الإنسان في التقرير التالي نقف على أبرز الإدانات أكد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في بيان السنكار هي أن مثل هذه الجرائم الدنيئة لا يقدم عليها إلا من وصل بهم الإفلاس الأخلاقي إلى أدنى مستوياته وقال الرئيس هادي ندرك جيدا أن القتلة والانقلابيين من أعداء الحياة لن يترددوا في تنفيذ كل ما من شأنه قتل النفس وتدمير الممتلكات لكنهم لا يدركون أن مصيرهم مزبلة التاريخ وأن الشعوب لا تموت ومثل هذه الجرائم الدنيئة تقوي وتعزز من تماسك الشعوب حتى تنتصر وقال الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية إن هذه الجريمة التي أزهقت أرواحا بريئة وبأسلوب دنيئ تجرمه كل الديانات السماوية والقوارين والأعراف إنها جريمة مدنة في كل الأحوال وفي أي مكان ومنطقة تحدث ولفت الفريق الأحمر إلى أن تلك الجريمة هي أسلوب خسيس ودخير عن المجتمع اليمني ولم يعهده إلا في آوينة ظهور الميليشيا والأيد الإيرانية التي تفتقد للمرؤة لكنه وعد من منصبه العسكري باستيصال تلك البذرة الخبيثة في أقرب وقت ووصف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الحادثة بالعمل الجبان الذي لا يفعله إلا المفلسون الذين لا يملكون الحق وتجرد من كل القيم الإنسانية مؤكد أن عزب الدولة تطير كافة ربع اليمن من العناصر الإرهابية ودحرق والظلام والجهل واستكمال مسيرة بناء اليمن الاتحادية من جهته تحدث الوزير في الحكومة اليمنية نايف البكري أن اليمن اليوم أمام عدو متجرد من كل الأخلاق الإنسانية والإسلامية ولم يعد أمام الجميع إلا مقارعته والقضاء عليه بأسرع وقت وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي أوضح في بيان استنكاره أن تفجر عزاء الشهيد الشددي بعد استهداف جنازته وما يجري في تعز تكشف بشاعة الميليشيا في استهداف المدنيين وإشعال الحرب والهروب من السلام ودان حزب التجمع اليمني للإصلاح الجريمة محمل الميليشيا اللحوثي والمخلوع الإنقلابية مسؤولية الجريمة الشنيعة التي جاءت بعد فشل الميليشيا في استهداف جنازة تشيع الشهيد اللواء بصاروخ باليستي ما دفعها لاستهداف مخيم العزاء انتقاما من الأدوار الوطنية التي قدمها اللواء الشددي وختمها شهيدا في جبهة صرواح مدافعا على الجمهورية ومكتسباتها ضد الإماميين الجدد وفي بيان لها دانت منظمة حماية للتجمع المدني استهداف عزاء الشددي وصنفته ضمن جرائم الانتهاكات الجسيمة بحق البدنيين بمحافظة مارب وصفة نية بالحادث الشنيع الخارق للعادات والقيم الأخلاقية والإنسانية أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إن قيادة هيئة الأركان العامة أخذت بعين الاعتبار ما ورد في نتائج التحقيق الخاصة بحادثة الصالة الكبرى بصنعاء وقال للمصدر إن رئاسة الأركان أكدت حرصها الكشف عن ملابسات الحادث عند اكتمال تحقيقاتها الداخلية إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه لم يصدر أي تصريح خلاف هذا البيان بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في حادثة الصالة الكبرى وأن التحقيقات ما زالت جارية وسيتم نشر نتائجها للرأي العام ودع المصدر وسائل الإعلام إلى تحر الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار قام وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية بزيارة مقر برنامج التواصل مع علماء اليمن في الرياض وكان في استقباله عدد من مشايخ ودعاة اليمن هذا وعبر وزير الأوقاف عن سعادته بلقائه مع مشايخ ودعاة اليمن ممثلا بالأخوة في برنامج التواصل مع علماء اليمن كما هنأهم بالعيد الثالث والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ووصف معالي الوزير تجربة برنامج التواصل مع علماء اليمن بالناجحة والفريدة في تاريخ الوطن العربي والإسلامي حيث تلتقي كافة المدارس الفقهية والمذهبية في مكان واحد كما نقل وزير الأوقاف والإرشاد تأييد ومباركة رئيس الجمهورية عمد ربا منصر هادي لميثاق علماء اليمن الذي انبثق من برنامج التواصل معلنا تأييده لكافة مخرجات الميثاق مؤكدا على أهمية توطيد العلاقة بين الوزارة والبرنامج وضيفا أن الوزارة لن تكون حكرا لأحد وإنما مضلة لكل الدعاة والعلماء من كافة مدارسهم الفقهية بعدما يقارب العام من الحصار الذي فرضته ميليشي الحوثي والمخلوع صالح على قرية رمى غرب موريس وجدت عشرات الأسر نفسها مجبرة على النزوح من منازلها والبحث عن مأوى مؤقت الزميل نصر المسعدي والتفاصيل لم يجد نازح قرية رمى غرب موريس في محافظة الضالع مأوى لهم وأطفالهم سوى هذه المدرسة في منطقة الجبارة وتحويل قاعات الدراسة إلى سكن في ظل غياب تام للخدمات الأساسية ومستلزمات الإيوى دفعنا الحوثي لن نزحنا وفقرها بارنا ودمر مرزارعنا وكنا آمنين ولكن نحن الآن بمدارس ساكنين بعيد عن بلادنا لم يكن في مخيلة أطفال رمى أن المدرسة التي طالما حلموا بالعودة إليها مع بداية عام جديد ستكون قاعاتها مأوى لعائلاتهم المشردة من مساكنها بسبب الحصار والحرب لكن عشق الأطفال للمدرسة ربما أنساهم قساوة الظروف التي يمرون بها ودفعهم للبحث في بقايا كتب والجلوس على مقاعد الدراسة الحوثي شردونا من بلادنا وخرقونا من بيوتنا نحن الآن بلاد الناس أطفال بعمر الزهور باتوا عرضة لشبح الجوع وبرد الشتاء وسط غياب المنظمات الإنسانية إلا من نزر يسير تقدمها الجمعيات الخيرية وما جاد به جيران المدرسة من وجبات جاهزة خلال اليومين الماضيين عشرات الأسر تضاف إلى أعداد النازحين الهائلة جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح على مناطق موريس في محافظة الظالع بعض أثاث متواضع هو كلما استطاعت هذه الأسرة على حمله من منزلها بقرية أضحت مرتعا لعبث الميليشيات لتبقى الأسرة وصغارها بلا مأوى يفتقدون للغذاء والدواء ووسائل التدفئة كنا مساكنين في منازلنا مرتاحين ونرعوا بمزارعنا أقبلها ميليشية الحوثي صالح أدمها المنازل فقرها الآبار أحرقها المزارع أدمروا كل شيء جميل حاصرنا حاصرنا 11 شهر آخر تشي نزلون الدبابات والبيمبي والإسميري قوزينا اللي بيتفقلوا المنازل والآن مشاردين بالكامل والقرية وحدهم سكان قرى غرب مريس يكابدون صعوبة النزوح والتشرد في ظل برد الشتاء وشظف العيش حالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار ما لم يكن ثمة تحرك سريع وعاجل يخفف من حجم معاناة تتوسع يوما بعد يوم بين ثورتي سبتمبر وأكتوبر جسر من التواصل والتكامل وتقول أهدف الثورتين والمسافة الزمنية بينهما التي لا تزيد عن عام واحد بواحدية سبتمبر وأكتوبر في بلد تتعدد ثوراته وتتوحد إرادته الشعبية في منعطفات المصير نتابع الثورات اليمنية ثورات متعاقبة يكمل بعضها بعضا ويمثل كل منها امتدادا للأخرى على طريق التحولات ودروب التغيير لقد حققت ثورة الرابع عشر من أكتوبر أول هدف لثورة سبتمبر في التحرير من الاستعمار والاستبداد كما مثل الثورة السادس والعشرين من سبتمبر وانطلقا أساسيا للثورة الأكتوبرية المجيدة وضعت ثورة سبتمبر في شمال اليمن تحرير الشطر الجنوبي من الاستعمار وتحقيق الوحدة الوطنية والديمقراطية ويعادة الأمن والاستقرار ويعادة بناء جيش قوي يحمي سيادة الوطن في صدارة أهدافها وهي أهداف ما كان لها أن تكون لولا ثورة سبتمبر التي جاءت تعزيزا لقيام الثورة السبتمبرية واستكمالا لمسيرتها النضالية بقيام ثورة سبتمبر التي شارك فيها وفي الدفاع عنها أبطال من أبناء المحافظات الجنوبية دق الأبطال السبتمبريون المسمار الأول في نعش التحالف البغيض بين النظام الإمامي والاستعمار الأجنبي القائم على المحاصصات وتقاسم شطري اليمن وإبقائه ممزقا وفقا للقاعدة الشهيرة فرق تسد جاء الثورة الرابع عشر من أكتوبر لتدق المسمار الأخير ليس في عرش التحالف الإمامي الاستعماري بل في نعشه ثورة الرابع عشر من أكتوبر وثوارها بقدر ما ناصروا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر فتحت لهم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الأبواب ووفرت لهم دعما غير محدود وجعلت من محافظات تعز وإب والبيضاء قاعدة لانطلاق الثورة وإمدادها بالمال والسلاح وبكل ما كانت تحتاجه من دعم معنوي ومادي حتى تحقيق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وستين هذه هي الحقيقة التاريخية إذن التي تأتي الذكرى الثالثة والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر لتزيدها نصاعة وستوعا بعد أكثر من نصف قرن من قيامها دعا عدد من أبناء محافظة شبوى إلى اقتناص الاحتفالات بأعياد ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر للتعريف بأهداف الثورتين المجيدتين والعمل على تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الثوار نتابع ثورة الرابع عشر أكتوبر طبعا هي يوم قالي في حياة الشعب اليمني وهو يوم انتصال في الرابع عشر أكتوبر وهو انطلال يدور صزم الجباب على الشماء بدل استعمار البريطاني ويعتبر هذا اليوم هو اليوم التاريخي والمنعطف التاريخي المهم في تاريخ شعب اليمني ثورة الرابع عشر أكتوبر ثورة مجيدة بالنسبة للشعب اليمني وهي انطلاقا من ثورة 26 سبتمبر وتعتبر تحرير اليمن من الظلم والاستعباد والوصائح الأجنبية على البلد نعيش في هذه الأيام الذكرى الثالثة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة هذه الثورة التي يجادل تخليص اليمن واليمنيين من الاحتلال الاستعمار البريطاني الذي حكم جنوب اليمن ظلما وعدوانا تأتي هذه الذكرى وأبناء الشعب اليمني اليوم يعيش أوضاعا مزرعة جراء انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية لذلك يجب على جميع اليمنيين الاقتداء بالأجداد في تحرير أرضهم من الظلم والاستعباد وجه وزير الإعلام معمر الإرياني وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة بنشر إعلانات التوعية الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان عن أسباب وطرق الوقاية من مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار في بعض المحافظات كما دعا الوزير الإرياني وسائل الإعلام الخاصة والأهلية والحزبية وناشط مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع التي إلى الإسهام في الحملة لما من شأنه نشر التوعية بين كافة أفراد المجتمع لمعرفة الطرق وأسباب والوقاية من مرض الكوليرا الذي بدأ ينتشر في محافظات صنعاء وعدا وتعز ولحج والبيضاء وتهدف وزارة الإعلام والصحة العامة والسكان في إطار التعامل التعاون تكاملي بينهما إلى المشاركة الفاعلة بين أجهزتيهما ومختلف فئات وشرائح المجتمع إلى مزيد من التعريف بمرض الكوليرا وتزويدهم بطرق الوقاية منه لتحقيق هدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بمختلف المدن والمحافظات كانت المركزية المفرطة واحدة من مشكلات اليمن فجاء مؤتمر الحوار الوطني وعمل على حل هذه الإشكالية من خلال مشروع الدولة الاتحادية التي يضمن توزيع السلطة والثروة بشكل عادل وهو الأمر الذي يرفضه الانقلابيون وأصحاب المشاريع الصغيرة وينشده الشعب اليمني التواق للسلام والتنمية تدشين الأقاليم خطوة تمضي من حيث التوقيت أبعد مما توقع مراقبون وتحمل من حيث الدلالات أكثر مما يتحمله الانقلابيون ضرب الانقلابيون ضربتهم قبل أن تخرج مخرجات الحوار إلى واقع التنفيذ وترى الأقاليم النور وأعلن الحوثيون أكثر من مرة أن الأقاليم مجرد مؤامرة حاول الانقلابيون ويحاولون أن تستمر خيرات اليمن بالذهب نحو مركز وحيد يصدر التوجيهات ويستأثر بأبرز المراكز في التعيينات مركز وحيد لا تمثله منطقة معينة بقدر ما تمثله مصالح فئة ضيقة وحين رأى هؤلاء أن الأمر يشك أن يفلت من أيديهم ألقى المخلوع بحبال مكره المناطقية واستدعى الحوثيون أخبث ما في الفكرة الطائفية ليعزز الحليفان بقاء اليمن في مدارهما ومركزهما فقط أصبح الصراع واضحا كل الوضوح حيث شرعية تتجه نحو مستقبل تعد الأقاليم مدخلا وجزءا أساسيا فيه أمامنا استعادة الدولة ولدينا مخرجات حوار وطني ولدينا قرارات دولية أممية ولدينا أيضا توجهات وطنية فلابد أن نسعى في تحقيق هذه التوجهات بذل الله تعالى فيما الإنقلابيون ينتكسون في ماض هم كل من وما فيه إن حاز اليمنيون لفكرة المستقبل فتلقى الإنقلابيون هزائم متتالية على الأرض عبر ضربات نفذها أبطال الجيش والمقاومة وعلى وقع الضربات وبالتوازي معها تتخذ الحكومة الشرعية قرارات يرى مراقبون أنها لا تقل إيلاما لكيان الإنقلاب إحدى الخطوات والقرارات التي يشير لها المراقبون قرار تدشين الأقاليم الذي يبدو أن حضر موت احتضنت بداياته العملية في رد عملي على كل محاولات إبقاء اليمنيين أسرى منطق استعلاء وتحكم الإنقلابيين الحديث عن خطوة تدشين الأقاليم لم يعد حديث أماني أو توقعات لكنه أيضا ليس حديثا عن خطوة دون عقبات أو تحديات غير أن ما يحققه اليمنيون على الأرض يجعل كل حديث عن خطط مستقبلهم في حكم عين اليقين وهو استقراء يجعل من يمن الانتصار على الإنقلاب اليمن الاتحادي المنتظر تفاقمت الحالة الصحية للطفلة تسبيح المصابة بمرض السرطان بسبب توقفها عن تلقي العلاج جراء الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشي الحوثي والمخلوع ومنعها من الوصول إلى مركز الأمل داخل المدينة خلال الفترة السابقة الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في صحتها وضعف الاستجابة للعلاج أتابع التفاصيل الطفلة تسبيح تعاني المرض منذ سنوات وتراجع مركز الأوراب بتعز أعمل القراء كم تجي مرات بالأسبوع؟ أقرأ سبوعا وبتواجئ بعد حين يقع بيحمه بعد حين طارش بعد حين أي حاجة تسبيح أثر عليها الوضع القائم في تعز وشكل لها ولأهلها القلق والمعاناة نقزع على دمنا وصبير تكلفة مسافة 4-5 ساعات لما نصل لها الثلاث سنين بعد مرض السرطان بالدم أقول لهم بداية الشيء ذا وقسنا فترة وانقطعنا بعده بأيام الحرب انقطعنا شيء سنة أيام ذا وابعده نحن ندخل ما نسكيش ندخل لتعز نحن نهذا ورقعنا ما استطعنا شأننا ندخل للمدينة تعز الثرية كان معتها خلاص قسفة ترى ما تزير كان مفاصلة تعبانين زيادة نحن نمشي على العلاقات هذه وخاصة في أمراض السرطانة بروتكولات عالمية محددة في اليوم محددة في الأسبوع محددة في الشهر فعندما ينقطع المريض عن هذه العلاقات أكيد لنابد أنه يحصل مضاعفات من ضمن المضاعفات أنه يحصل عودة المرض وكثير من الأمراض إحنا كنا نتابعها من ضمنها أطفال فإلى فترة معينة كان يأخذ العلاق بشكل منتظم ومع الأحداث هذا التأخر عن العلاق سوى شهرين أو ثلاثة أو أربعة فعندما يعود إلينا يعود مع الأسف الشديد بانتكاس المرض تسبيح هذه نفس القصة هي سرطانة دم اللينفاوي الحاد أخذت القراء ودخلت في استقابة اللي يسمى كومبولات ريميشن بس أنقطعت عن العلاق بسبب الأحداث في تعز أنقطعت لمدة سنة وشوية عادت في حالة انتكاسة عدنا لها القراء من جديد الآن الحمد لله حالة مستقرة وفي حالة المتابعة كغيرها من الأطفال المصابين بمرض السرطان يعانون المرض وعدم القدر على الوصول للمركز ويتحمل أولياء الأمور أعباء لم تكن بالحسبان ومن يحاصل هذه المدينة لا يراعي مرضا ولا طفولة ولا إنسانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية وضمن احتفالات الشعب اليمني بثورة الرابع عشر من أكتوبر أقيمت في محافظة تعز ندوة حول الصراعات المسلحة وأثرها على النساء وتمحورت الندوة حول الحرب وأثارها على المرأة الريفية ومدى تحمل المشاق التي تتحملها المرأة في ظل الحروب والتي وصلت رحاها إلى الأرياف في كثير من المناطق ما تسبب بمقتل العديد من النساء إضافة إلى التشريد إلى تشريد الآلاف منهن وتحميلهن أعباء إضافية نتيجة مقتل الأزواج والأبناء الندوة نظمتها مؤسسة رسالة للتنمية لتنمية المرأة والتكتل الوطني للتنمية ومؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي أقامت مؤسسة لأجلك يا عدن التنموية صباح اليوم الحفل التكريمي الأول لجرح المقاومة الشعبية الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة جراء حرب الانقلابيين على عدن أواخر مارس العام 2015 وقال القائمون على الحفل إن هدفهم ولفت انتباه السلطة المحلية نحو هذه الشريحة التي ضحت في سبيل تحرير عدن من ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية الحفل أقيم بتمويل من رجال الخير من مديريات يافع بلحج بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة أقامت جمعية الحياة لرعاية وتأهيل أطفال الشلل الدماغي صباح اليوم بمدينة الحوطة بمحافظة لحج حفلا ترفيهيا وطنيا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حضر الحفل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية محسن عبدالجليل ردمان وعدد من الشخصيات الاجتماعية وأسر الأطفال وقدمت في الحفل عدد من الفقرات المتنوعة الفنية والمسرحية كما تم توزيع الشهادات التقديرية من قبل رئيسة جمعية الحياة ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية في لحج على الجهات المجتمعية وشخصيات التي قدمت الدعم لجمعية أطفال الشلل الدماغي نظمت مؤسسة طيبة للتنمية اليوم بالمكلة الحفل الخامس لخمسة وخمسين طالبا وطالبة من خريج مراكز طيبة وهي مراكز أحمد بالمكلة ومركز خديجة بالمكلة ومركز طيبة بسيئون ومركز طيبة بشبوة وأقيم الحفل برعاية محافظ محافظة حضر موت اللواء أحمد سعيد بن بريك حيث ألقى مستشار محافظ حضر موت لشؤون الشباب رياض صالح الجهوري كريمة هنأ من خلالها الخريجين والخريجات من الطلاب مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة طيبة في هذا المجال والتي تمكنت من تخريج قرابة ألف طالب وطالبة خلال الأعوام الماضية أشهر رسميا بسيئون مركز خطوة للتدريب والاستشارات بحضور عميد كلية المجتمع الدكتور عبدالقادر حسين الكاف ونائبه الدكتور فهمي فرارة ونائب عميد كلية التربية بسيئون الدكتور رياض منقوش مدير مركز خطوة المدرب سالم محمد باجري أكد حرص المركز على تنفيذ العديد من البرامج والدورات التخصصية التنموية في عدد من المجالات على مدار العام وتستهدف كافة شرائح المجتمع صبري السقاف فنان اعتصم بالشارع منذ ثمانية عشر عاما احتجاجا على قرار فصله من الوظيفة العامة وفي الوقت الذي كاد الجميع أن ينسى قصته بقيت خيمته وفية لعشرة النضال والمعاناة التي يعزفها لحنا كل يوم نتابع من الطبيعي أن نجد اعتصاما لمدة أسبوعين أو يزيد قليلا لكن أن نجد اعتصاما مفتوحا منذ ثمانية عشرة عاما فهذا على وجه الندرة صبري السقاف فانان وشاعر مبدع في الخمسين من عمره لم يجد وسيلة للاحتجاج سوى الاعتصام في أحد شوارع مدينة تعز منذ ثمانية عشرة عاما احتجاجا على فصله من وظيفته الحكومية عملت في الميدان لمدة عشر سنوات مدرسة الشهد الحكيمي وبعدها مدارس أخرى كانت مدرسة تزكيرة في ناحية الشمائتين ومدرسة العبور ومدرسة النور العلمية حضارم وأيضا مدرسة 13 يونيو بنقد النشام ثم وانتقلت إلى بعد أن انزل اسمي من سجلة توظيف عملت بهذا المقال المقال الفني وعملته بأعمال كثيرة وانزلت أشريطة غنائية منها سالم مسعدة التي نزلت مع الأوتار الظهبية وعطيت كثير من الفنانين أعمال كثيرة تمت فصلها من الوظيفة في عام 1998 ولم يكن انقطاع كما قالوا بل هي كانت مناسبات وبدعوة رسمية من جهة رسمية وعندما أصبحت موهبة الفن جزءا من حياة صبري أراد أن ينقل وظيفته في تسعينيات القرن المنصر من وزارة التربية إلى وزارة الثقافة لكنه لم يجد آذانا صاغية له ففصل عن وظيفته وهو اليوم يعيش في كوخ صغير بأحد الأرصفة بجوال مكتب التربية في تعز لعله يجد من يأخذ بيده بعد أن دمرت حياته وتشرد وأصبح بلا أسرة فضلا عن إصابته بصدمة نفسية من الواقع الذي يمر به أزم الطغاة على سفوحي وبدأت حاضنتي بروحي وبنيت من كارمي صروحي أمضي وما ساقط اللواء الكثير من المواهب اليمنية لا تجد لها مكانا للسطل والاهتمام وهو ما جعل المواهب الترمى إلى أصفة الشوارع ويهمش الإبداع في بلد المبدعين المبدعين والمفكرين والفنانين الذين همشوا من قبل الدولة والمجتمع والنظام هؤلاء جميعهم قد يكون البعض منهم كثيرا منهم أصحاب الحجس المرهب سوى مثل هذا الفنان أو غيره أو الطباء الطباء وفنانين مبدعين وجدوا تهمش من المعنين بالنظام لذلك تجدهم لا حولهم ولا قوة ونتمنى من المعنين الاهتمام بالكوادر الفنية والإبداعية وغيره من الشباب بالذات هناك في اليمن إبداعات كثيرة لا مجال لها لكن إهمال مستدام لماذا هذا الإهمال؟ أين هي الدولة؟ تلك البلدان التي تهتم بالمبدعين في التنمية البشرية تنجح وتتقدم دوما بعكس بلداننا التي لا تهتم بالمواهب بل أصبحت مقبرة لها فهل من اهتمامنا بالتنمية بدلا من تدمير البلاد في الحروب؟ نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها ميليش الحوث والمخلوع تتكبد خسائر فادحة في جبهات القتال بتعز وشبوى وحجة رئيس الوزراء يسل سقطرة للاطلاع على أوضاع المحافظة وتلمس احتياجات المواطنين الوفد الحكومي يشهد حفلة خرج دفعة الشهيد الشدادي من قوات الأمن الخاصة بمأرب للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاشتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة